اشتركوا في القناة وعلي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وأعضاء اللجنة كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلس النواب مشيدا معالي في هذا الصدد بما يبدله أعضاء المجلس من جهود طيبة في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مالالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر